موسيقى هو الضعف الجنسي للرجال هو عبارة عن ضعف الانتصاب فيؤدي اما عدم حدوث علاقة زوجية او يحصل ضعف في الانتصاب اسناء العلاقة الزوجية ده بنسميه ضعف جنسي ايه هي اسبابه الشائعة؟ اسبابه الشائعة طبعا من اكتر الناس اللي معرضين يجي لهم مرض الضعف الجنسي او مشكلة باش نسميها مرض لو قلنا مشكلة الضعف الجنسي اكتر الناس المعرضين لكده طبعا هيبقى في المقام الاول مرضى السكر وهنشرح ليه بعد كده مرضى السكر هما اكتر شريحة بتبقى معرضة لكده الناس اللي هما الهيفي سموكر اللي هما بيدخنوا بس بيدخنوا كتير جدا مدمني المخدرات والقهليات وخلينا نتكلم في حتة المخدرات انه المفهوم الشائع الترومدول والحشيش والحاجات دي بتزود القدرة الجنسية كل الكلام ده مش مزبوط طبعا من ضمن الاسباب طبعا القلق والاكتئاب والتوتر ممكن يسبب نوع من انواع الضعف الجنسي مشاكل البروستاتا ممكن تسبب ضعف جنسي مشاكل القلب والشرايين ويتصلب الشرايين ممكن يسبب ضعف جنسي الناس اللي عندهم الكوليسترول والليبت بروفايل بتاعهم عالي ده ممكن يسبب ضعف جنسي التقدم في السن سبب من اسباب الضعف الجنسي الانتصاب الطبيعي ليه بنشرح هيحصل ليه الانتصاب الطبيعي علشان نفهم انه العلاج اللي احنا مقدمينه علاج علمي ومعتمد على طريقة ازاي ده بيحصل يعني بيحصل ازاي انتصاب طبيعي عندنا مادة اسمها نايتريك اوكسايد دي بتفرز نايتريك اوكسايد دي مادة بتزود الدورة الدمائية خلاص دي بتفرز من حاجة اسمها نون ادرينارجيك نون كولينارجيك نيرونز نيرونز دولة يعني خلايا عصبية يبقى اذا الانتصاب الطبيعي يتطلب مني حاجتين اللي هما حاجة اسمها نيروفاسكولر ميكانيزم يعني ايه نيروفاسكولر ميكانيزم يعني اعصاب كويسة ودورة دموية كويسة لو انا عندي الحاجتين دولة كويسين معناها ان انا عندي انتصاب كويس ومش هيبقى عندي مشكلة وجود خلل في مشكلة من الاتنين بيعملي مشكلة طيب الحاجة التانية اللي بيحصل النايتريك اوكسايد ده لما بيفرز بيزود الابتيك بتاع الكالسيوم فيفضل يدخل كالسيوم جتير جوه الجشاء الخلوي بتاع الخلية الحد ما يحصلها تتشبع والاستقطاب بتاع هيزيد جدا فيبدأ يزهر مادة بنركز من اول هنا لان العلاج بتاعنا هيبقى متوقف على ده اسمها الكالسيوم كالسيوم يعني ايه كالسيوم الكالسيوم دي بتعمل ايه بتعمل تمدد في جدار الوعاء الدموي فيبدأ يزيد حجم الوعاء الدموي وبتالي يزيد الدورة الدموية اللي داخله ليه شرحنا الحتة دي عشان نقول لكم ان العلاج اللي احنا بنقدمه هنعمل ايه نحن نحقل مادة الكلسامتشانل بلوكر عن طريق جهاز اسمه الايونتوفوريزز جهاز امريكي اللي هو العلاج بالاستكتاب الايوني ندخل بنفس الطريقة الكلسامتشانل بلوكر الحقن بيكون جوه الجهاز والجهاز هو اللي بيوصل عن طريق الاستكتاب الايوني للخلية بنحقن مادة الكلسامتشانل بلوكر مع مادة مضادة للالتهب عشان لو فيه التهب في العصب بنحقن فيه الجهاز ده العضو الزكري او الشرايين الخاصة بمعنى اصح بالعضو الزكري ومن هنا فعلا بيزيد الالتصاب وبتتحل المشكلة تميما وبنعمل حاجة من الحاجات في بعض الحالات بنحتاج نعملها حاجة اسمها شوك ويف موجات تصدومية بنعمل فيها ايه؟ بنحطم الاوعية الدموية بنقصر الاوعية الدموية الخلاص اللي بايزة زي مثلا في مرضى السكر والاوعية دي بوزل وبيحصل ليه بيعمل ان يحصل يعني اوعية دموية جديدة وفيه جهاز امريكي تاني بيطلع موجات الموجات دي لها طول موجي معين بتفرز مادة النيترق اكسايد اللي احنا شرحناها فبالتالي احنا كده ايه؟ نبقى حلينا كل المشاكل فوضل العصب بندخل عليه العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي والعلاج بالمجال الدوئي فكده بنكون دمنا انه حصل يعني انتصاب كويس جدا ويكون ان شاء الله كل ما بدأنا علاج بدري يعني الموضوع بيحتاج من 4 ل 6 جلسات مريد السكر بيحتاج طبعا اكتر على اقل 12 جلسة والمشكلة بتنتهي كل ما بدأنا بدري